بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنعرض الآن بهذا المقطع لكيفية بناء البرنامج اللي هنحمله على الكنترولر بتاع الـ CNC Machine بحيث أنه يقوم بتنفيذ العمليات التشغيل المختلفة اللي هنحملها بالأكواد المختلفة عشان يقدر ينتج لي الـ Workpiece النهائي فعايزين نوضح أن أول خطوة بنعملها هي Program Start Flag and Program Identification Number يبا البرنامج أول مبدأ يقول لي هذه الـ Percentage علامة الـ Percentage الـ Percentage دي عبارة عن إيه Program Start Flag When Where Where I can put it أقل لي Placed at the beginning of each program يبا دي لابد أن أول مبدأ البرنامج هي أول شيء اللي هي علامة الـ Percentage اللي بنضع يليها مباشرة الـ Identification Number أو رقم الـ Program فعنحنا هنا بنقول لي 1045 دي عبارة عن إيه Program Identification Number Follow the Program Start Flag يبقى الـ Program Identification Number يقول لي Follow the Program Start Flag at the beginning of each program لاحظ حاجة لو بصيت في الـ Steps اللي مكتوبة قدامنا دي هتلاحظ حاجة أن الـ Program Start Flag and Program Identification Number ما بدأوش بمين with letter ما بدأوش بـ N ما بدأوش بـ N يعني هنا كل دي اللي هبدأ بقى بعد كده كل الخطوات اللي هستعملها بعد كده بادي أنا بـ Sequence N5 N10 N15 and so on أما الـ Steps الأولينيين اللي هي Program Start Flag and Program Identification Number لا نضع ليهم اللي هي ما بدأوش بـ Letter و أحنا بيقول لك Only two commands that do not start with a letter دول اللي اللي احنا ما بدأوش بـ Letter نحن بعد كده بقول لي Letter Codes تعال نتعرف على الأكوادز المختلفة اللي احنا هنشتغل بيا فعندي من الأكواد اللي ببدأ بيا الـ N-Codes زي ما انت شايف كده أني انت لابد أن أي برنامج بتبدأ فيه تبدأ بـ Letter N مدبوعا زي ما احنا قلنا الـ Command بتاعتها تسمى إيه Alpha Numeric Alpha اللي هي الـ N Numerical Value اللي هي Numerical Value اللي هي الـ 5 دائما وابدأ نفضل لما نيجي نكتب البرنامج بتاعنا أن احنا الـ N السيرز اللي أنا شغال عليها سلسلة الـ N تبدأ بأن الـ Steps بتاعتها تكون 5 5 10 15 20 and so on ليه ايه السبب ان انا بعمل كده ما قولي ان انا ممكن ان انا بحتاج ان انا اعمل modification في البرنامج فمن الممكن ان انا بين الـ N5 and N10 ادخل مثلا الـ N7 هنا لان انا كنت عايز اعمل Command معين فبقدر ادي لنفسي المجال ليه لان لازم الخطوات تبقى ما يمشي بالترتيب يعني ما ينفعش تقول ليه N10 وبعدها N5 لا 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 لازم يبقى الترتيب فطب لو انا عندي يبقى خطوة عايز اغضيفها زي كده يبقى اذا انا تركت لنفسي المجال لان انا اضيف خطوة زي دي تعالي نشوف تعريف الـ N-Codes اللي انا احكاكت عليه يبقى gives an identifying number for each block of information يعني اذا ده G90 G20 ده بسمي block of information زي ما وضحنا في المقاطع السابقة الblock of information ده بنقول لابد انه تغفر فيه at least انه يقدر يعمل عملية تشغيل على الwork piece عملية تشغيل واحدة يعني لا يمكن انه يعمل عمليتين تشغيل في وقت واحد وبعدين بقول الblock ده هل انه ممكن يعني يكون فيه اكتر من G command او اكتر من command واحد في line واحد اللي ممكن انه السعم اللي لا تتعلق بعمليات التشغيل يعني دي عملية مثلا G90 بقول Absolute انه كده بقول ايه هي اشتغل G20 اه يبقى ايه بقول اشتغل بالانش اه باقي 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 ايه M06 يبقى اذا انما لواجه هعمل عملية خطعة ما اقدرش احط شو بوص لاحظ هنا بقى في N30 بقول G01 ما اقدرش احط معها G02 يعني اللي نرجع بقى للإنقود في بقول الإنقود gives an identifying number for each block of information ولي it is generally good practice to increment each block number by 5 or 10 to allow additional blocks to be inserted if future changes are required ترجمة ترجمة